اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عندما سين اقل من او تساوي اتنين هذه الدلة قابلة للاشتقاق عند سين بتساوي اتنين عين قيمة كل من الثابتين الف وبه طبعا لما كنا عندي دلة قابلة للاشتقاق في معلومات بعرفها عنها ايه هي اول حاجة؟ اول حاجة بتقولي لو الدلة ده السين قابلة للاشتقاق عند سين بتساوي اتنين اذا هذه الدلة متصلة عند سين بتساوي اتنين اذا اقدر دلوقتي اطبق معلوماتي عن الاتصال على هذه الدلة عند سين بتساوي اتنين يعني ده لتنين من اليسار بتساوي ده لتنين من اليمين يعني نهاية القعدة اليسرى اللي هي ألف سين نقص به عندما سين تقول لتنين من اليسار بتساوي نهاية القعدة اليمنى اللي هي سين تربية نقص ثلاثة عندما سين تقول لتنين من اليمين طيب نبدأ بعملية التعويض في الطرف الأيمن يبقى ألف في اتنين باتنين ألف نقص به بتساوي الطرف الأيسر 2 تربيع يعني 4 نقص 3 ومنها 2 ألف نقص به بتساوي 1 وهذه المعادلة هسميها المعادلة رقم 1 أقدر كمان أستفيد من قابلة الاشتقاق هول بما أن الدلة قابلة للاشتقاق عند سين بتساوي 2 ده معناه تاني حاجة أن ده الشرطة 2 مليا صار بتساوي ده الشرطة 2 مليا يعني أقدر أطبق قواعد الاشتقاق مباشرة دون الحاجة لبحث قابلية الاشتقاق عند سين بتساوي 2 يعني أقول تكامل الدلة أو القاعدة اليسرى هتبقى ألف وتكامل القاعدة اليمنى هتبقى 2 سين كاملت ألف اشتقيت ألف سين نقص به بألف واشتقيت سين تربية نقص 3 ب2 سين هو قال لي طبعا عند سين بتساوي 2 يبقى معنى كده أن ألف هتساوي سين اللي هي 2 أعود عنها يبقى 2 في 2 يبقى ألف هتساوي أربعة يبقى كده جبت قيمة الألف بتساوي أربعة أقدر أقول بالتعويض عن ألف بتساوي أربعة في المعادلة رقم واحد يبقى 2 ألف يعني 2 في 4 نقص به بتساوي واحد ومنها 8 نقص به بتساوي واحد يعني سالب به بتساوي سالب سبعة بضرب الطرفين في سالب واحد إذن به هتساوي سبعة تمرين آخر ابحث قابلية اشتقاق الدال لدال حيث دال سين بتساوي الجزر التربيعي لسين تربيع نقص سين زائد تسعة عند سين بتساوي تلاتة لاحظ معايا أن دال سين بتساوي الجزر التربيعي لسين تربيع نقص سين زائد تسعة أقدر أكتبها دال سين بتساوي الجزر التربيعي لسين نقص ثلاتة لكل تربية لأن سين تربيع نقص ستة سين زائد تسعة ده مقدار ثلاثي مربع كامل تكتبوا قوس واحد لكل تربية وبعدين نقول دال سين بتساوي لما نكون عندي جزر تربيعي لسين تربيع لازم أحط مقياس أشيل الجزر مع التربيع وحط مقياس سين ناقص 3 ونعمل إعادة تعريف لدلة المقياس يبقى دلة سينها تساوي دلة زاد قاعدتين أو 3 قواعد القاعدة الأولى سين ناقص 3 عندما سين أكبر من 3 قاعدة الثانية صفر عندما سين تساوي 3 القاعدة الثالثة سالب سين زاد 3 عندما سين أقل من 3 هذه الدلة ممكن أكتبها كمان قاعدة الثالثة ثلاثة ناقص سين عشان تبقى سهلة علي مطلق بطنيش الإشارة السالبة هذه الدلة عايزين نبحث قابلية الاشتراك لها عند سين بتساوي 3 يبقى أول حاجة لازم أكون عارف إن في خط الأعداد من سين مالا نهاية مالا نهاية عند سين بتساوي 3 الدلة بتساوي كامل طبعا القاعدة اليسرى سالب سين زاد 3 والقاعدة اليوم ناسين ناقص 3 ولو عوضت عن 3 في الدلة يعني دلة 3 هتساوي 0 ونبدأ نبحث قابلية الاشتقاق هنقول دال شرطة 3 من اليسار هتساوي نهاية تمام دال 3 زائد هي نقص دال 3 على هي عندما هي تقول لصفر من اليسار هتساوي نهاية القاعدة اليسرى اللي هي سالب سين زاد 3 يبقى سالب وبين قوصين 3 زاد هي اللي يعوضنا عنها مكان السين زاد 3 ناقص دال 3 دي بصفر وكل ده مقسوم على هي عندما هي تقول لصفر من اليسار نفق الأقواس عشان نجمع الحدود المتشابهة هتساوي نهاية في البسط سالب 3 ناقص هي زائد 3 على هي عندما هي تقول لصفر من اليسار قادر أختصر سالب 3 مع موجب 3 يبقى أنا دلوقتي بجيب نهاية اتدل سالب هي عندما هي تقول لصفر من اليسار ودي دلة سابتة اختصر ال هي مع ال هي هتساوي سالب 1 ونهاية الدلة السابتة سالب 1 بتساوي سالب 1 في عندي مشتقة يسرى عند سين بتلاتة ودي بتساوي سالب 1 طيب نبحث مع بعض المشتقة اليمنى دل شرطة 3 من اليمين هتساوي نهاية دل 3 زائد هي ناقص دل 3 على هي عندما هي تقول لصفر من جهة اليمين دي هتساوي نهاية البسط بتاعنا هيبقى القاعدة اليمنى اللي هي سين ناقص 3 يبقى 3 زائد هي دي مكان السين ناقص 3 ناقص دل للتلاتة اللي هي بصفر وكل ده مقسوم على هي والدل بتاعتنا من جيب نهايتها عندما هي تقول لصفر من جهة اليمين قدر اختصر التلاتة مع سالب 3 يبقى دلوقتي اقول النهاية هي في البسط وهي في المقام عندما هي تقول لصفر من يمين ودي بتساوي 1 يبقى انا بقول نهاية 1 عندما هي تقول لصفر من يمين ودي دل سابتة نهايتها بتساوي الواحد يبقى فيه عندي وجود للمشتقة اليمنى عند سين بتساوي 3 وهي بتساوي الواحد لكن ده الشرطة 3 من اليسار لا تساوي ده الشرطة 3 من اليمين ده معناه ان هذه الدلة غير قابلة للاشتقاق عند سين بتساوي 3 يبقى انا دلوقتي قدرت اعرف الدلة اللي كانت على صورة جزر تربيعي السين تربيع نقص 6 سين زائد 9 قابلة للاشتقاق ولا غير قابلة عند سين بتساوي 3 بعد ما حولت الجزر التربيعي اللي مقدر مربع كامل لقوص تربيع وعرفت اذا اتعمل مع القوص التربيع وتحولت للمقياس واعطت عريف المقياس واشتغلت بالطريقة المعتادة تمرين اخر اذا كان جاء اتنين صاد زائد جاتة 4 سين بتساوي 0 اسبت ان دال اتنين صاد دلسين تربيع في جاتة اتنين صاد ناقص اتنين في دالصاد دلسين كل تربيع جاء اتنين صاد ناقص 8 في جاتة اربعة سين بتساوي 0 ادي الدلة جاء اتنين صاد زائد جاتة اربعة سين بتساوي 0 وعايزني اثبت ان المشتقة التانية في علاقة مع المشتقة الاولى بتساوي الطرف الايصر بيساوي 0 هقول باشتقاق الطرفين بالنسبة للمتغير سين خلي بالي انا اشتق بالنسبة للمتغير سين الدلة الاولينية اللي هي جاء اتنين صاد المتغير فيها صاد الدلة التانية جاء اربعة سين المتغير فيها سين الاختلاف ده بيخليني ااخد بالي ان هذه الدلة متضمنة السين والصاد معا في حالة الاشتقاق ااخد بالي انا باشتق صاد بالنسبة لسين ولا سين بالنسبة لسين اول واحدة جاء اتنين صاد هنشتق صاد بالنسبة لسين هتبقى مشتقتها كالقادي اتنين في جتة اتنين صاد مضروبة في دال صاد دال سين مشتقة الجاء بجتة اتنين صاد مشتقة اتنين صاد باتنين مضروبة في دال صاد دال سين طيب اما اشتق الجتة اربعة سين هتبقى سالب يبقى زائد ونفتح قوس سالب مشتقة الجتة بسالب اربعة جاء اربعة سين والأربعة الأولانية اللي قبل الجا دي مشتقة الدلة اللي هي الزاوية أربعة سين وخلي بالي أنا بشتقة سين بالنسبة لسين فمش محتاج أكتب دلسين دلسين يبقى دلسات دلسين اللي ظهرتلي عشان الزاوية كان اسمها صاد طيب قدر دلوقتي أقول بالقسمة على اتنين يبقى جتا اتنين صاد في دلسات دلسين ناقص اتنين في جا أربعة سين بتساوي صفر كده أنا وصلت المشتقة الأولى هو كان طالب مني علاقة فيها المشتقة التانية أسبتها له فهقول باشتقاق الطرفين بالنسبة للمتغير سين نشتق الطرف الأيمن اللي جتا اتنين صاد في دلسات دلسين ليحاصل ضرب دلتين يبقى هقول جتا اتنين صاد سببتي الدل الأوليوية واشتقت الدلسات دلسين تبقى دل2 صاد دلسين تربيه زائد أسابة دلسات دلسين واشتق جتا اتنين صاد خلي بالي هتبقى سالب اتنين جاء اتنين صاد مضروبة في دال صاد دالسين مشتقط جاء اتنين صاد بسالب اتنين جاء اتنين صاد مضروبة في دال صاد دالسين لان المتغير هنا اسمه صاد مش سين ناقص اتنين واشتاق جاء اربعة صين تبقى اربعة جاء اربعة صين هتساوي الصفر تعالوا نرتب الحدود بتاعتنا ونختصر ونبسط شكل هذا المقدار هيبقى دال 2 صاد دال سين تربيع مضروف في جتا 2 صاد أو جتا 2 صاد مضروف في دال 2 صاد دال سين تربيع ناقص 2 مضروف في جا 2 صاد في دال صاد دال سين في نفسها هيبقى تربيع ناقص 8 في جتا 4 صاد بتساوي 0 وهو ده المقدار اللي طلب مني إثبات صحته لو كانت الدالة بتاعتنا جا 2 صاد جتا 4 صاد بتساوي 0 تمرين آخر اوجد معادلة كل من الممس والعمودي لمنحنة دال سين بتساوي سين تربيع في جا طه على 2 صاد عند النقطة 2 وصف الواقع على هذا المنحنة ادي دال سين بتساوي سين تربيع في جا طه على 2 صاد وعايز مني معادلة كل من الممس والعمودي اجيب المشتقة الأولى عشان اجيب منها ميل الممس دال شرطة سين بتساوي سين تربيع في مشتقة جا طه على 2 صاد تبقى طه على 2 في جا طه على 2 صاد زائد اتنين سين اللي مشتقة سين تربيع في جا طه على 2 صاد دي دال شرطة سين هو عايز ميل الممس عند النقطة 2 وصف يبقى اقول التعويض عن سين ب2 يبقى دال شرطة 2 هتساوي 2 تربيع في طه على 2 في جا طه على 2 في 2 زائد 2 في 2 في جا طه على 2 في 2 نحسبها يبقى دال شرطة 2 هتساوي 2 طه في جا طه زائد 4 جا طه طبعا احنا عارفين ان طه دا القياس الدائري للزاوية 180 درجة يبقى دال شرطة 2 هتساوي 2 طه في جا 180 بسالب 1 زائد 4 في جا 180 بصفر يبقى دال شرطة 2 بتساوي سالب 2 طه يبقى ميل الممس للمنحنة بيساوي سالب 2 طه طيب نقدر نقول معادلة الممس عند اللغة 2 وصفر هي صاد ناقص صفر بتساوي الميل اللي هو سالب 2 طه في سين ناقص 2 نفك الاقواس ونظبط المعادلة هتبقى صاب بتساوي سالب 2 طه سين زائد 4 طه دا بالنسبة للممس طب بالنسبة العمودي نقدر نقول ان ميل الممس لما هيكون بيساوي سالب 2 طه هيبقى ميل العمودي بيساوي 1 على 2 طه طيب معادلة العمودي هتكون تمام عند النقطة 2 وصفر هي صاد ناقص صفر دا بالنقصين بتساوي 1 على 2 طه في سين ناقص 2 يعني صاب بتساوي 1 على 2 طه سين ناقص 1 على طه فلو قلت بالضرب في 2 طه هيبقى 2 طه صاد بتساوي سين ناقص 2 ومنها سين ناقص 2 طه صاد ناقص 2 هتساوي صفر تمرين اخر اذا كانت الدلة دال سين بتساوي دلة زاد قاعدتين 2 سين ناقص 1 عندما سين اقل من او تساوي 3 دي القاعدة الاولى 8 ناقص صين عندما سين اكبر من 3 دي القاعدة التانية قال لي ان هذه الدلة دلة متصلة على مجالها فاوجد النقط الحرجة للدلة دال وعين القيم العظمى والصغرى المحلية إن وجدت لهذه الدلة اقول بما ان الدلة هذه الدلة دال متصلة لجميع قيم سين تنتمي لمجموعة الاعداد الحفاظية حا لان مجال هذه الدلة حا ده معناه اني اقدر اشتق هذه الدلة وقول ده الشرطة سين بتساوي القاعدة الاولى 2 سين ناقص 1 مشتقطها 2 ده عندما سين اقل من 3 والقاعدة التانية 8 ناقص صين مشتقطها سالب واحد عندما سين اكبر من 3 لكن عندما سين تساوي 3 ما درش اشتقها إلا إذا بحثت قابلية الاشتقاق عند سين بتساوي 3 إن القاعدة تغيرت من يسار ليمين العدد 3 فهقول بحث الاشتقاق عند سين بتساوي 3 أولا نقول دل التلاتة بالتعويض في الدلة هتبقى 2 في 3 بستة ناقص واحد يعني هتساوي 5 لو رسمت خط الأعداد هعرف ان في قاعدة يسرى وقاعدة يمنى المشتقى اليسرى اللي هي ده الشرطة 3 من اليسار هتساوي نهاية نهاية دل تلاتة زائد هي ناقص دل تلاتة على هي عندما هي تقول إلى صفر من اليسار ودي بتساوي نهاية في البسط اتنين بين قصين تلاتة زائد هي ناقص واحد ناقص خمسة وفي المقام هي عندما هي تقول لصفر من اليسار نفك الأقواس عشان نجمع الحزود المتشابهة هيبقى نهاية في البسط ستة زائد اتنين هي ناقص واحد ناقص خمسة والمقام هي وهي تقول لصفر من اليسار نقدر نختصر ستة مع سالب واحد وسالب خمسة يبقى أنا دلوقتي بقول نهاية اتنين هي على هي عندما هي تقول لصفر ودي بتساوي اتنين ونهاية الاتنين لأنها دا اللي سبت عندما هي تقول لصفر مليا صار بتساوي اتنين يبقى دلوقتي دي المشتقة اليسرى بتساوي اتنين طب يا ترى المشتقة اليمنى دا الشرطة 3 من يمين بتساوي نهاية دال 3 زائد هي ناقص دال 3 على هي عندما هي تقول لصفر من اليمين ونبدأ نشتغل مع القاعدة اليمنى يبقى نهاية تمام 8 ناقص بين قصين 3 زائد هي ناقص 5 على هي والهي تقول لصفر من جهة اليمين نختصر بعد نفك نفك الاقواس يبقى 8 ناقص 3 ناقص هي ناقص 5 على هي نختصر 8 مع سالب 3 مع سالب 5 هيبقى نهاية سالب هي في البسط وهي في المقام عندما هي تقول لصفر من جهة اليمين ودي بتساوي سالب 1 يعني نهاية سالب 1 ودي دالة سابتة نهايتها ما بتتغيرش يعني سالب 1 خلي بالي المشتقة اليمنى كانت اتنين والمشتقة اليسرى سالب 1 اذا دال 3 دال شرطة 3 من اليسار لا تساوي دال شرطة 3 من اليمين يبقى هذه الدالة غير قابلة للاشتقاق عند سين بتساوي 3 معنى كده ان عند سين بتساوي 3 هتوجد نقطة حرجة لان تعريف النقطة الحرجة ان هي عندها المشتقة الاولى بتساوي 0 او المشتقة الاولى غير معرفة فبالتالي النقطة الحرجة عند سين بتساوي 3 اقدر اجيب هذه النقطة لاعوض في الدالة وهدي خط الاعداد قدامي من سالب مالة نهاية الى موجب مالة نهاية وهدي دال شرطة وهدي منحانة دال سين الدالة عند سين بتساوي 3 دال شرطة بصفر وصاب بتساوي 5 يعني نقطة 3 و5 هي نقطة حرجة وهقول عندما سين تنتمي للفترة من سالب مالة نهاية ل3 او سين اصغر من 3 هيكون دا الشرطة سين قمية موجبة وبالتالي هقول ان هذه الدلة تزايدية في هذه الفترة كمان عندما سين اكبر من ثلاثة يعني تنتمي للفترة من ثلاثة الى مالة نهاية نجيب دا الشرطة سين هلليها قيمة سالبة اقل من الصفر ونقول ان الدلة تنقصية في هذه الفترة بالتالي يبقى انا عندي نقطة قيمة عظمة محلية للدلة دال عندي سين بتسوي ثلاثة طب الصب كام؟ تمام الصد هتسوي خمسة يبقى عند سين بتسوي ثلاثة يكون للدلة نقطة قيمة عظمة محلية عند النقطة ثلاثة وخمسة عن طريق التعويض في الدلة الاصلية دال ثلاثة هتسوي اثنين في ثلاثة نقص واحد بتسوي خمسة وهي القيمة العظمة المحلية للدلة تمرين اخر يراد عمل لوحة الاعلانات مساحتها اثنين متر مربع بحيث تترك مسافة واحد وعشرين من مية متر من اعلى اللوحة واسفلها وتترك مسافة اربعتاشر من مية من المتر من الجانبين اوجد ابعاد اللوحة لتكون المساحة المستخدمة للكتابة عليها اكبر ما يمكن تعالوا مع بعض نفرض ان اللوحة قدامنا هي طول اللوحة سين وعرض اللوحة صاد دي الابعاد بتاعت اللوحة الكبيرة وانا عايز اكتب على جزء من هذه اللوحة خلي بالي ان مساحة اللوحة اللوحة هي حاصل ضرب الطول في العرض اللي هي مين في مين اللي هي سين في صاد وقال ان المساحة تترك مسافة اثنين متر Among سين في صاد بتساوي اثنين متر مربع عايزين نستخدم جزء من هذه المساحة للكتابة فنقول ان مساحة الجزء المستخدم للكتابة يساوي مين يبقى مينها تساوي سين نقص اثنين واربعين من مية اللي هو الطول لما شلت منه 21 من مية من أعلى و21 من أسفل في العرض اللي هو صاد لما شلت منه 14 من مية من اليمين و14 من مية من اليسار من الجانبين يبقى المساحة بتساوي أفق الأقواس سين في صاد نقص 28 من مية سين نقص 42 من مية صاد زايد 1176 من 10 تلاف كمان أنا عارف إن سين صاب بتساوي 2 يبقى ميم بتساوي 2 نقص 28 من مية سين نقص 42 من مية في صاد الصاد دي هي 2 على صاد 2 على سين لأن سين في صاد بتساوي 2 يبقى الصاد استبدلها ب2 على سين زايد 1176 من 10 تلاف نجمع الحدود المتشابهة يبقى ميم هتساوي 2 و1176 من 10 تلاف نقص 28 من مية سين نقص 84 من مية سين قص سالب 1 تعالوا مع بعض نعمل عملية الاشتقاق وأقول ميم شرطة هتساوي طبعا الدلة السابتة بصفر يبقى سالب 28 من مية زايد 4 من مية سين قص سالب 2 نشتاقق نعم مرة ميم شرطة 2 هتساوي سالب 61 من مية سين قص سالب 3 ونرجع نقول بوضع ميم شرطة بتساوي 0 يعني سالب 28 من مية زايد 4 من مية في سين قص سالب 2 بتساوي 0 منها هنجد ان 4 من مية على سين تربيع بتساوي 28 من مية يعني سين تربيع تساوي 400 من مية على 28 من مية ومنها سين تربيع تساوي 3 أجيب الجزر التربيع للطرفين يبقى سين بتساوي الجزر التربيع للتلاتة أو سين بتساوي سالب الجزر التربيع للتلاتة طبعا سالب ده حل مرفوض عشان ما فيش بعد أو طول للوحة يكون قيمة سالبة نجرب اختبار المشتقة التانية وعود في ميم شرطتين عن سين بتساوي الجزر التربيع للتلاتة هنجد أن هي بتساوي سالب واحد وتمانية وستين من مية في الجزر التربيعي لتلاتة لكل أساس سالب تلاتة ودي كمية سالبة أقل من الصفر معنى كده أن المساحة بتاعتي أو مساحة الجزء المستخدم للكتابة أكون أكبر ما يمكن عندما سين بتساوي الجزر التربيعي لتلاتة متر طبعا ومنها أبعاد اللوحة أو بعضي اللوحة هما جزر تلاتة متر واتنين جزر تلاتة على تلاتة متر تمرين آخر اوجد تكامل سين زائد واحد بين قوسين الجزر التربيعي لخمسة سين زائد تلاتة دال سين طبعا أنا لوقتي بكامل حصل ضرب القوس في جزر الجزر خمسة سين زائد تلاتة ممكن أكتبه خمسة سين زائد تلاتة قص نص والتكامل بالنسبة لسين دلوقتي أنا عايز أخلي سين زائد واحد قوس سين زائد واحد شبه القوس خمسة سين زائد تلاتة تعالوا مع بعض نشوف هنعمل حيلة جبرية تعلمناها قبل كده اني اضرف القوس في خمسة يبقى خمسة سين زائد خمسة وقسم بر على خمس يبقى احنا مغلطناش مغيرناش الدلة لكن خلينا معامل سين زي معامل سين لجوه القوس لقص نص اللي هو خمسة سين كما نقدر اقول ان خمسة سين زائد خمسة نكتبها خمسة سين زائد ثلاثة زائد اتنين يعني خمس في تكامل خمسة سين زائد ثلاثة زائد اتنين مضروبة في خمسة سين زائد ثلاثة لكل قوس ونص والتكامل بالنسبة لسين دلوقتي اقدر اقول ان خمسة سين زائد ثلاثة بين قوسين زائد اتنين دول دلق دول حدين مضروبين في خمسة سين زائد ثلاثة قوس ونص ما تنساش الخمس اللي برا التكامل والتكامل بالنسبة للمتغير سين هتساوي خمسة في خمسة سين زائد ثلاثة في خمسة سين زائد ثلاثة قوس ونص زائد 2 في 5 سين زائد 3 قص نص ومنها يبقى 5 تكامل 5 سين زائد 3 وجمعنا الأسس بقى 3 على 2 ده السين زائد 2 في 5 تكامل 5 سين زائد 3 لكل قص نص طبعا التكامل بالنسبة لسين أول واحدة هنكملها هتبقى 5 في 5 سين زائد 3 وزودنا على القص 1 بقى 5 على 2 واسمنا على 5 على 2 في 5 اللي هي معامل سين زائد 5 مضروبة فيه 5 سين زائد 3 لكل قص 3 على 2 مقصومة على القص الجديد 3 على 2 مضروف معامل سين لأه 5 زائد ثابت التكامل ندر نختصر ونقول ان هي تساوي 2 على 125 في 5 سين زائد 3 لكل قص 5 على 2 زائد 2 على 75 في 5 سين زائد 3 لكل قص 3 على 2 زائد ثابت التكامل كما نقدر أقول ان هي تساوي 2 على 125 في 50 زائد 3 بينقصين في الجزر التربيعي لـ 50 زائد 3 زائد 2 على 75 في 50 زائد 3 في الجزر التربيعي لـ 50 زائد 3 زائد سهل وهو سابت التكامل بكده عزيزي نكون استعرضنا مع بعض المواضيع أو التمرير المهمة على المنهج إن شاء الله بكرة هيجيلي سؤال اختياري أو سؤال إكمال هيكون في 6 فقرات ده يكون سؤال إجباري هنحل هذا السؤال من أول وآخره مش هنسيب فيه ولا فقرة وبعدين عندي بعد كده أربع أسئلة هجاوب على ثلاث أسئلة منها لازم أفكر في السؤال السهل السؤال اللي هعرف أحله وحل كل سؤال في صفحة بالتفصيل وبالخطوات علشان أحظى بأعلى الدرجات أخيرا لكم مني ومن أسرة البرنامج الشكر والتقدير والدعوات بالنجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة